انتو نسيتوني ولا ايه؟ والله شكلكم نسيتوني المهم يا شباب الحمد لله فضل رب العالمين ثم فضلكم وصلنا للعشرين الف اخ واخد بالقناة عشرين الف متابع قناتنا عم تكبر اكتر واكتر وان شاء الله نستمر مع بعض للارقام الخيالية عشرة مليون وعشرين مليون وخمسمائة مليون يا معلم وحاجب اشكر بالذات اول الف مشترق بالقناة هلا تسات عشر الف البقية يعني عادي عم بمزح عم بمزح شكرا لكل شخص دعمني مما كان يكون بلايك بديسلايك باللي بدك يا شكا لكم من كل قلبي ومتل ما وعدتكم لما نوصل عشرين الف لحيكون في فيديو اسألني فجام عنا كتير اسئلة حلوة وغريبة وبعتزر على السحبة الطويلة بس اكيد لاحظتوا من صوتي كنت مريض وتعبان شوي فهلا صرت احسن نوعا ما يعني فصار بقدر صور نوعا ما فبدون طول تسيرة خلينا نفوت على اول تعليق لحظة 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 قبلنا نفوت على اول تعليق لك انا اكتشفت في كتير ناس لحد الان ما بتعرف من هو بوبز ما بتعرف من هو بوبز المشهور انا هايدي ما عم اتفوت براسي معقولي ما بتعرفوا اسمي عمري وينساكن شو بدرس في شي غريب يعني انا بوبز المشهور لازم كل الناس تعرفني فعشان نتفق مع بعضنا انا يا شاب اسمي ابراهيم انا من لبنان ولكن عايش حاليا بتركيا وعم ادرس بالجامعة اختصاصي هندسة كهرباء وإلكترون يعني هندسة كهربائية بعرف معلومة جديدة ما في داعي للشكر وعمري عشرين سنة وخلقت بيوم ثلاثة من الشهر السابع او يوليو سنة الفين واحد يعني من شهر كان يوم ميلادي وما حد نعايدني فأنا جدا زعلت عم بمزح في كتير ناس عايدتني وشكرا لكم جميعا صراحة يعني وقصة في كم سؤال كمان غريب ليش بحب اللون البنافسجي ما بعرف كل شخص بيحب لون معين فأنا بحب البنافسجي ليش بحب كريتوس سيربور وهلا خلينا نفوت على اول تعليق فعليا يعني اول تعليق من اش اس دي دول اللي هو اسم يعني بيقول بما انك شخص بتحب جدا فور هل مرة دخلت جروب لجدا فور وشو افضل جروب دخلته ايه صراحة انا موجود بجروب خاص بجدا فور على الفيسبوك اسمه جدا فور ارابيك جروب صراحة جروب جدا محترم والادمن تبعه اسمه ابا نوب من متابعين القناة بتابع الفيديوهات اول باول انا ويا اصدقاء منحكي مع بعضنا وصراحة كتير افقار وصور جايبها من الجروب خاص فيهم يعني فجروب جدا محترم الصراحة ولح اترك الرابط تحت باديسكريبشن اللي بيحب يفوت على الجروب ولوله من طرف بوبز يعني عرفتوا كيف انه انا المشهور بوبز وهي خينا نكمل احمد قاسم بيقول قبل 3 سنين من فتح القناة من هو ابراهيم ابراهيم كان طفل مسكين يلعب الالعاب الى وحده ويشارك همومه لوحده ما كان في حدا يحكمه كان ياكل كتير ويطلع كرش هلا هو لحد الان بياكل كتير ولكن يعني المهم كنت انسان عادي مثل اي انسان عنده قناة يوتيوب فالحمد الله انه افتحنا القناة وتعرفنا عليكم يا احلى اخوي بالتاريخ اتك فور جيمينج بيقول سؤال جدا فاجأني شو اسم قناتك القديمة اللي حكيت عنها بالفيديو الماضي اللي متابع مظبوطه بيعرف انه انا في فيديو الاسئلة الاول قلت انه انا عندي قناة تانية على اليوتيوب وبقلبه حوالي 150 فيديو ولحد الان موجودة فاذا بتعرف علمات اكتر فكتب تتابع الفيديو الاول ولكن شو اسمها صراحة صعب اعطيكم يا ولكن اذا وصلنا ان شاء الله للخمسين الف مشترك ممكن اعطيكم تلميح عنه يعني لان قناة كانت بتغزي وانا خليتها هيك فقط لذكره لأتذكر كيف كنت يعني وهيك ولكن اللي بيحب يعرفها فعلا اعمال الشيء اللي رفقاتك بالفيديوهات خلينا نوصل الى 50 الف بسرعة ومعطيكم اسم القناة يعني هيدا التعليق بدون اسم ما بعرف ليش ولكن نحن جاوي كما تجيب فلوس من اليوتيوب الشهر اللي ماضي جبت حوالي تقريبا 110 دولار بعرف مبلغ كتير كبير وخيالي وبيشتري لي بيت ولكن يعني تواضع وهيك مثل فيس كام ما بعرف صراحة اعتقد مطول شوي هل عندك سوني 5 للأسف لا هل انت نوب هل شوف انا مش نوب ولكن مش محترف يعني بعرف اللعب الالعاب على قدي يعني ولكن اللعبة لما حبها بحب احترفها مثل رينبو مثلا مثل كل اف ديوتي مثل غدافور الالعاب اللي بحبها بحب يعني يصير لعيب فيها متى تكسر سوني 4 لما ما قدر اشتري سوني 5 واشتري غدافور راغناروك على البلاي سيشن 4 ولاقي البلاي سيشن 4 عم بيموت هو عم شغلها فساعتها لح اكسرو لاني لحن اهر من حايدة لعبها بجودة حلوة شو نوع جوالك سامسونج جالكسي نوت 9 والبي سي تباعي مواصفات متوسطة مش قوي ولا ضعيف تعرفوا انتو الميزانية جدا عالية فعندي انا افضل بي سي بالقلعة الارضية برهون بيقول احكي لنا اقوى مضاربة صارت بحياتك واقوى موقف محرش صار معك هلاشوف مضاربات ما صار انا عندي مضاربات كتير يعني انا من الانسان اللي جدا قوي وما حدا بيسترجي يعني يقرب علي بيخافوا كل الناس مني فمصر في مضاربات يعني اما بالنسبة لموقف محرش ففي كذا موقف يعني ولكن اللي جاي على زاكرتي حاليا في مرة كتقاعد بتركيا بمترو انا واهلي وعم نحكي وكان في قدامنا شخص بيان عم يطلع فينا هيك نظرات غريبة اما انا قلتلن للعائلة انو شو وضعه هيدا اللي امامنا نحنا عم نحكي بالعربي وهو اكيد تركي ما عم يفهم ولا كلمة يعني حاسس حاله مثل المسطول يعني والغبي ولكن متفاجأ انو الاخ طلع تركي ولكن استاذ لغة عربية وكان عم يفهم كل شي فيومتا انحرجت كتير واحمدت الله اني ما قالت شي كلمة طالعة نازلة او كلمة عجيبة كنا انحرجنا اكتر يعني فايدا هو موقف محرج يعني وما بنساه صراحة تبري انت تحت شو الموقف المحرج اللي صار معك وما بتنساه الحمزة جايمر بيقول سمي قناتك بوبز اوف وور والله فكرة حلوة صراحة شو رأيكم بوبز اوف وور او بوي خلاص خلاص لحنسمي القناة بوبز اوف وور يا شباب دراجون لورد واترسون بيقول هل تتوقع انو توني ستارك يرجع يعيش بالافلام الجديدة من مارفل صراحة ابدا اتوقع لانو مارفل عم تبني عالم جديد لناس جديدة لأفطال جديدة متل ما عم تشوفوا انتو في فيلم اللي حينزل قريبا أفطال كتير جداد وقوات غريبة فما بيعتقد ابدا لح تعيش توني ستارك لانو ساعتا لح تصير حلب خلص توني ستارك وكابتن امريكا وهول قصته منتهت يعني فورتنايت فانز كرشك لا في الكرة الارضية سبع او عشر مرات سمين مرات قلتي خالد بيقول ما هو محتوىك بالمستقبل ما بعتقد لح غير المحتوى ما هو هدفك من فتح القناة اني شارك الاشياء اللي بحبه مع المتابعين وطلع علي كم قرش من اليوتيوب وتسلى يعني هل انت تروفي هانتر الا اذا اللعبة جدا حبيتها ممكن جي فيها بلاتينيوم مثل غادة فور ولاست اف اوز وهيك اشياء يعني محمد اللواء هيك شي بيقول اذا توقف الدعم عن البلاي سيشن فور اللي حنقدر نلعب فورتنايت اونلاين تنزل تحديثات ايه شوف اذا توقف الدعم عن البلاي سيشن فور لا عادي لح تقدر تلعب اونلاين ولح ينزل تحديثات بشكل طبيعي ولكن فقط العاب سوني والالعاب اللي جديدة هي اللي ما لح تنزل نفس الشي من نسبة مثلا لفيفا الفين وخمس وعشرين او الفين وستة وعشرين في احتمال ما تنزل على البلاي سيشن فور وهيك يعني يوقفوا دعمه يعني لبق ينزلوا العاب جديدة ولكن الالعاب الحالية عادي يفك تلعبها بدون اي مشاكل اندر بلاير بيسأل سؤال صراحة كتير ناس سألته هل لح سوي قناة جديدة لتختيم الالعاب او لحظان هون او لح نعني لتختيم الالعاب وشو لح يصير يعني والوضع فصراحة ابدا شي مش سهل ولازم يكون عندك سيت اوب ولازم يكون عندك كاميرا واضاءة عشان يطلع على القليل الفيديو بجودة مناسبة عشان تحضروها فصراحة بده وقت كتير وانا مش فاضي لهيدا الوقت كله وصراحة ميزانيتي ما بتسمحلي اني صراحة اجيب كاميرا حاليا يعني عشان نطلع ولكن ممكن بالمستقبل حاول شوي شوي نطلع بعض الجيم بلاي يعني من فترة لفترة واذا عجبكم اسلوبيا بطريقة الجيم بلاي وعجبكم يعني الجودة ممكن نقويها شوي وممكن نعمل قناة تاني او نستمر هون على الجيم بلاي حسب يعني انتو رأيكم اكيد انا ما لح اعمل اي خطوة قبل ما ناقشكم يا شباب بالنهاية قناتنا هاي دي فاذا انتو بتحبوا نعمل گيم بلاي بنفس القناة بنعمل بنفس القناة عادي اما اذا انتو بتحبوا نعمل جيم بلاي بقناة تاني فبنفطح قناة تاني من ساميها بوب زفور أو بوب ستو مثلا ويك يعني بديعة جيمز ذكرتني ببديعة عيد جودة وأسعب بضيع ضيع عم ممزح عم ممزح بديعة جيمز بيقول لما تنزل لابة جالافور راجنروج هل دا حتختمها على اليوتيوب أعتقد يا شباب إن شاء الله لحختمها على اليوتيوب حسب طلبكم كتير منكم طلب مني إن نختمها على اليوتيوب فإن شاء الله لما تنزل رح نختمها مع بعض أكيد مستر بوكس بيقول هل تستطيع التكلم مع الفضائيين وإذا استطعت وش رح تقول لهم أنا بستطيع أتكلم مع كل الناس حتى مع الفضائيين يعني ولا حقلهم يجبوا لي لفة شوارمة فضائية لأشوف كيف طعمتها يعني خينا نكمل شبح سبارتا بيقول هل تحب المدرسة أو لا صراحة ما كتير بحبها ولا بكرهها ولكن لما تنزم وقتك ودراستك يعني لحتلاقي مدرسة شي مش بشع يعني عادي هل عندك كرش أبدا ما عندي كرش يعني ليش ما تتصل بسانتا مونيكا اتصلت فيها وعطيته بهدلي لكوري بارلوك لأنه كلمة بينزل على تويتر بيقول لك I never heard it بيقول لك أنه أنا ما سمعت فيها من قبل يعني فاستفزني فاتصلت فيه وبهدلته يعني وسبيته كمان ما تزعلوا بالني محمد باقر الحسني قام قناة عندك على اليوتيوب عندي قناتين قناة موقفها من كم سنة والقناة الحالية اللي عم تشوفوني فيها حاليا كوردكس بيقول بوبز ما هو سير حبك للطعام واللون البنفسجي اللون البنفسجي قلت لكم مثل أي شخص بيحب لون معين فأنا بحب اللون البنفسجي هيك لما شوفه بفرح وبجوع لا ما بجوع وباكل يعني أما بالنسبة للطعام فعادي يعني لما كون دجرام باكل لما كون مبسوط باكل لما كون حزين باكل والأكل بالنهاية طيب وفي كتير أشياء طيبة الشاورمة والبروستد وكيف سي وكريسبي وفلافل أنا عندي طيارتين طيارة بروح فيها على أميركا وقت اللي بدي وطيارة بلف فيها القرى الأرضية الباقية يعني وشتريتها بمصاري اليوتيوب كمان وساما جيمير بيقول شو أفضل ثلاث استوديوهات عندك وليش أول استوديو هو نوتي دوك لأنه عمل أفضل لعبة لعبتها بحياتي وأثرت فيني وتعلقت فيها لفترة طويلة وهي ممكن يكون خبر مفاجئ لكم أفضل لعبة لعبة لحياتي مش غادة فور بالنسبة لي حب غادة فور وكل شي ولكن أفضل لعبة لعبة بحياتي هي ويخرب بيتك نوتي دوك نزعتين لنا ياها بلاست اف أز توي لك خليني ساكت هل خليني نطلع عن خلينها ساكتين يا شباب وتاني استوديو هو استوديو سانتا مونيكا لأنه عمل سلسلة ألعاب من أفضل سياسة الألعاب بالتاريخ واللي هي غادة فور بالنسبة لك لعبة استوديو فهو الروكستار يا زلمي باعشق هيدا الاستيديو بتعرفوا ليش هيدا الاستيديو بيعمل لك يمعلم اللعبة على أقل من مهله بيخططها على التكاتيكا متل ما بيقولو بياخد راحته باللعبة وبيطلع لك تحفة فنية عنجت يعني أنا ملعبت ولا لعبة من روكستار كانت خايسة أو قلت شو هيدا اللعبة سواء سلسلة جي تي اي أو ريد ديد أو ألعاب تاني وأكيد طبعا في استيديوهات تانية متل سيدي بروجيكت ريد لما عملتنا الأسطورة زا ويتشري سري ويوبي صوفت لاني بحب لعبة رينبور سيكس سيج كتير وبحب اي اي جدا لاننا عم تكررنا فيفا يعني صار حق 100 دولار ما شالله شورخيصة يعني باكير الحميداوي بيقول أفضل شخصية من الألعاب القديمة السونيك ولا ماريو ممكن يفاجئكم شوي ما بطيقوا لسونيك وما بطيقوا لماريو ما بحبهم أبدا أبدا يعني عن جد يا شباب بكراهم ما بعرف ليش أحب كرا شامع خلنا نكمل مصطفى سروت بيقول هل تحب سلسة ديفل ماي كراي وأي جزء لاعب منه وش رياك فيه صراحة أنا لعب كذا جزء أنا وصغيد ولكن مش ذاكرهم بالضبط ولعبت كمان الكوليكشن اللي كان نيجي بقلبه بتات أجزاء ولكن أكتر جزء تعمقت فيه وحبيته هو ديفل ماي كراي فايف صراحة لعبة جدا رائعة وخصوصا شخصية دانتي والجيم بلاي فيها يعني متعة بصارية من أفضل ألعاب اللي لعبتها صراحة لعبة صراحة جدا ممتعة ولما أفضى أكيد لح ألعب الأجزاء القديمة هل تعرف أول مشترق بقناتك أول مشترق بقناتي على ما أتذكر هو أنا لأني عملت حساب تاني واشتركت عند حالي عشان أدعم حالي يعني وقال إنه يأثر عندي مشترك ولكن في كان مشترك من أوائل المشتركين اللي بعرفهم صراحة وجدا بحبهم وجدا باهتم فيهم وبقدر إنهم عم بيدعموني ولحد الآن بيشوفوا كل فيديو وبيعلقلي عليه ومني بيعرفوا حالهم فشكرا من كل قلبي لكم كيرة ما هو أسوأ جرح نفسيا حدث لك شوف أسوأ جرح بالنسبة إلي هو إنك تعرف شخص أو صديق يكون صديق مصلحة تهتم فيه زيادة عن اللزوم تحبه زيادة عن اللزوم وآخر شي تكتشف إنه ما قولت إنه أخ لم تلده أمي أنا برأي هيدي مقولة كاسبة وكبوها بزبالة يعني إلا بعض الناس اللي عدد القليل جدا يعني ولكن ما بآمن بهذه المقولة يعني قد ما كان صديقك مقرب بأي لحظة ممكن يتركك يعني فتحته لجروحاتي خلنا نكمل حمد راشد بيقول هل ممكن بالمستقبل تلعب مع متابعينك ألعاب مثل السورفايفل أو شي تاني صراحة ممكن ولكن سورفايفل ما بحبه نكتير هالألعاب أنا يعني ولكن ممكن نلعب رينبو والله أنا بحب إلعاب رينبو يا شباب اللي بيحب يلعب رينبو وبيعرف يلعبها يكتب لي تحاب التعليقات ممكن نعمله قاد ونلعب مع بعضنا شو رأيكم نعمل سكواد نسميه البوبزيون حكيمة لماني بيقول هل رح تفتح قناة طبخ بالمستقبل شوف صراحة وارد جدا إني أفتح قناة طبخ بالمستقبل وأعملكم طبخات عجيبة ولكن بالمستقبل اكس بلاي اكس متى سوف تجرب البلايستيشن 5 على القناة عطيني 500 دولار أو 1000 دولار وتكرم عينك أحلى فيديو عن البلايستيشن 5 الميزانية جدا تعبانة عم تصرخ من الوجع جلال نوه بيقول برأيك جزء جديد من ريزينت إيفل من هيكون البطل هلأ شوف بعد ما لعبت ريزينت إيفل 8 ممكن أعتقد البطل يكون بنت إيثن ما بعرف ليش وممكن لا يعني ولكن إذا عمله جزء تكمل القصة بحس بنت إيثن مناسبة تكون البطل يعني هيك يعني بيقول شو أكتر مشاهد سينمائية حبيته بعالم الألعاب صراحة أشوف في كتير مشاهد سينمائية حبيته بعالم الألعاب مننا مثلا أول مشاهد سينمائي شفته بجالافور نوه لما كريتوس كان عم بيقطع الخشب صار لي زماني كتير لم أرى كريتوس ولما أرى عليهم أرى أن يقطع الخشب صراحة جدا تسرته حبيته المشهد لما تعور جول بلاست أوف أس وان أيضا حبيت المشهد لما صل zalها VIDH ايضاً يعني ما بنسا هذا المشهد نهاية ردد ردمشن تو ما بنساها فصراحة في كتير مشاهد حلوة ما بقدر قل لك افضل مشهد بالتاريخ يعني تي ام اي امينة بيقول مين اكثر مناجع الالعاب بتحبه شوف انا بحب اتنين كتير اول واحد هو جيفلم بعشق قناته وطريقة تقديمه ومسخرته طريقة الاستهزاء بالالعاب صراحة والتطبيل وهيك ولكن اتصلونا بجيفلم بقولوله ينزل فيديوهات يا رجل كل سنة ينزل فيديو والمراجعة التاني هو عبدالله ريفيوز عبدالله انسان جداً محترم جداً بيحترم متابعينه وفعلاً بيعطيك حقك بالمراجعة يعني لما يعمل لك مراجعة اللعبة بيفصفصلك اياها فعلاً وبيعطيك رأيه الصريح باللعبة وايضاً رأيه بيشبه رأيه بكتير العاب يعني قليلا لاقي لعبة باختلف انا وياها بالرأي يعني فصراحة بحب احضر له بمراجعاته كتير حسين مرتضى بيقول اكثر متابعينك من اي دولة اكثر متابعيني يا شباب هني من عراق بعدين السعودية بعدين مصر وبعدين باقي الدول العربية لبنان والكويت والمغرب وغيرهم طاها امريكا بيقول ما هو اخطر جرح ضرب في جسمك من حوالي كم شهر او يمكن صر لسنة عملت حادث يا شباب وكسرت ايدي فهي دا اقوى جرح جسدي صار لي ولكن ما بيوجع كتير الجرح يعني كان عادي انت بتعرفوا انا كريتوس ايوما باي فجدا قوي وهيك فما بحس انا بعمل هايدي الحركة اوه وبداوي حالي عرفتوها الهلا بحط لكم يعني صورت عشان تعرفوها انا صلاير غليز كتير يا زلمي لازم خفف الغلازة والهضمن شوي يعني سكرة من توتو او ما بعرف شو سؤال اموت واعرف جوابه لماذا لم تقرأ سؤالي في فيديو لو خيروك المرة الماضية صراحة نسيت انا ليش ما قرأت سؤالك بفيديو لو خيروك المرة الماضية ممكن يكون سؤالك مقرر ممكن يكون سؤالك ما شد انتباهي كتير مثلا او ممكن يكون كان في اسئلة كتير فما كان له مكان بيناتهم نوم صام بيقول هل كان في مشاهد جعلتك تدمع بغادة فور صراحة شوف الاجزاء القديمة لا اما بالنسبة لجزء الجديد صراحة في مشاهد اثرت فيني ولكن ملا درجة اني دمع مثل مثلا اخر مشهد باللعبة لما كبوا الرماد صراحة كان مشهد جدا مؤثر مثل ما قلت لكم اول مشهد باللعبة لما كريتوس كان عم يقطع الشجر لما تعول اتريس وشفنا فزعت كريتوس عليه اضلا كان مشهد مؤثر ولكن ما كان في ولا مشهد لدرجة اني ادمع او جدا احزن يعني مثل ما صار بلا استفاستو خليني ساكت كينج علي ماذا تتوقع رح يصير في علم الجايمينج بعد مئة سنة اعتقد لح يلغي الكونسول ولح يلغي الكونترولر ولحنصير نلعب واقع افتراضي ولكن متطور يلي ممكن نصير نمسك اشياء بيدينا مثلا وشي برأسنا ونحس نحن بقلب اللعبة ولكن طبعا بطريقة احترافية اكتر من الفي ار يعني تحس حالك فعلا بقلب اللعبة حمزة حسن مين في رأيك تتسبب بضجة اكبر عند نزولها غدافور راجناروك او جتي اي سيكس شوفوا خليني نقوم منطقيين انا بحب غدافور وانتو بتحبوا غدافور وعلى راسي كلكم ولكن غدافور مستحيل تتقارن مع سلسلة جتي اي يلي شوفوا قديش بيعها جتي اي فايف وجماهيرها وشعبيتها الضخمة يعني وشعبية غدافور مستحيل تقارنهم يعني فشي طبيعي جتي اي سيكس لحتعمل ضجة اكتر بكتير من غدافور وهيدا الرأي الشخصي عم بحكي بمنطقية انا صحة بحب غدافور ولكن ما بقولكم انه غدافور هي افضل لعبة بالتاريخ وكل شي على حسابها لا بالنسبة لاكتر لعبة برأيي لحتعمل ضجة هي جتي اي سيكس ليس لديها سؤال لكن قريد ان اطلع بالفيديو ما رح تطلع بالفيديو عم بمسح رح تطلع بالفيديو لانه ليس لديك سؤال حسن جاقارا بيقول هل ممكن رح تسوي او تخلي حدا يصمم لك مقدمة ممكن نسوي مقدمة ولكن لما يكون عندي وقت فاضي صراحة لانه مني كتير خبير بالافتر افكت وال ولكن ممكن بعدين ندفع لشي مصمم نقوله سمم لنا انترو احترافية لهيك غدافور وهيك يعني جيميك وكذا فممكن بالمستقبل يعني عادي هل تتابع مسلسلات عربية وشو اسمها وشو افضل مسلسل شفت بحياتك صراحة انا بتابع كتير مسلسلات عربية وكتير مسلسلات اجنبية وكتير افلام عربية وافلام اجنبية ولكن المسلسلات العربية بركز على المسلسلات المصرية ما بعرف بحبها ومين لألا اكتر وصراحة في كتير مسلسلات ولكن من اكتر مسلسلات اللي شدت اهتمامي وحباتها وتعلقت فيها هو مسلسل اللعبة اللي نزل منه جزئان وحاليا جدا منتظر جزء الثالث جدنا مسلسل بيضحك وممتع ومسلي يعني فوكستير فوكسي سبعة وسبعين بيقول كم سنة تتوقع انه يحيكملوا دعم بي اس فور اعتقد اخر سنة الفين وثلاثة وعشرين اللي حينتهي دعم بلاي سيشن فور سؤال شو هو اكتر مجتمع لاعبين سيئ بالنسبة لك هو مجتمع قلف ديوتي خاصة الكامبرز اللي بيكمبر يمعلم بمحله بشقفك بالرشاش او مثلا اللي بيكمبر بالقناص اخر الدنيا وبيضل بيأنس فيك وتكون عم بتسبب اللحظة اللي عبت فيها دي اللعبة فكوميتي سيئ جدا صراحة مرتضى ماجد بيقول افضل شخصيتين انسوية افضل شخصية انسوية بالنسبة الي هي لارا كرافت والتاني هي جيل من ريزيدنت ايفل سري اوه شت على جيل يا معلم خينا روحنا للعب ريزيدنت ايفل سري عم بمزح يعني ما كزا مني مكرش عليها خلو خينا اكمل حيدر ليش الافلام المقتبصة من الالعاب فاشلة لانه بكل بساطة هدفها بيكون تجاري بيستغل شهرة اللعبة وبتعمل فيلم عنه او بالعكس بيستغلوا شهرة الفيلم وبيعملوا لعبة عنه مثل فاست الفيوريس مثلا او جومانجي اسوأ العاب لعبتهم بحياتي يا رجل نور علي هل انسرقت لا هل قابلت واحد مشهور لا هل ضعت في مكان عام انا وصغير ايه مرة ولكن انا وطبير لا جوجل مابس موجود مستحيل انضيع يعني هل دخلت مركز شرطة كمان لا هل تعركت مع استاز ايه انا كنت اتعارك مع استازتي كتير يعني ما بعرف ليش كم طولك تقريبا 173 سنتيب بعرف جدا طويل وهيك وظيفتك المفضلة طباخ صديقك المفضل ما عندي صديق مفضل صراحة كل اصدقائي مثل بعض ولكن انتو اصدقائي المفضلين يعني كارتونك المفضل بحب صراحة افلام ديزني القديمة كتير مثل كونفو باندا وسيمبا وهول الافلام جدا بحبهم يا سين بانز بيقول كم وزنك او بوي كم وزنك وزنك 49 كيلو انتخن حالي شوي اوصل الى 50 عشان يكون رائم حلو اصعب لعب لعبتها بحياتك دارك سول سلسلة دارك سول وسلسلة بتجلط هي اصعب لعب لعبتها بحياتي وكنت لحنتي في حالي فيها يعني سؤال هل بدايتك لما فتحت القناة كنت متوقع يصير لك كمصدر دخل او فتحت القناة كمتعة شوف لما فتحت القناة كنت عارف انه لتوبي طلع مصاري وكان هدفي اني اتسلة وايضا طلع شوية مصاري ولكن ما كانت عارف انه المصاري قليلة لكلها الاد يا رجل ما تفكروا يا شباب انه المصاري كتيرة والله مش عم بمزح المصاري بالنسبة للتعب اللي بتحطه ابدا مش كتيرة ولكن عندما يصير عندك مشاهدات عالية ايه بتعتبر مصاري جيدة وبتكفيك وممكن تعتمد عليها كدخل اساسي فطبعا ما شاء الله القناة الكبيرة فعلا بتطلع مصاري وبتقدر تعتمد على اليوتيوب كدخل اساسي قناة متنوعة بيقول هل عندك بلاي سيشن وان لا هل عندك بلاي سيشن تو كمان لا هل عندك بلاي سيشن سري كمان لا بلاي سيشن فور الحمدلله للاقي بلاي سيشن فايف كمان لا انا مش من النوع اللي بيجمع اجزته ببيعه وبشتري بمصاري غيرها يعني زا جوكر بيقول كم تقيم لعبة ريزينت ايفل زا فيلج من عشرة قيمها تمانية ونصف من عشرة صراحة لعبة جدا جدا ممتازة ورائعة كان فيها بعض اللي جليتشات والمشاكل بالجرافيكس وغباء بزلكاء الاصطناعي شوي ولكن كانت لعبة حلوة وجدا استمتعت فيها وهيك شباب نكون وصلنا لاخر تعليق الفيديو صراحة جدا صار طويل وانا تعبت شوي وساطي تعب فبعتذر اذا في كتير ناس ما ذكرت تعليقها والناس اللي ما ذكرت تعليقها بحبقلكم جي جي برازر ممكن يعني نذكر تعليقك بفيديو الاسئلة بعد حوالي سنة لما نوصل لتلاتين الف مشترك ان شاء الله وبس شوفك في فيديو يجأي ان شاء الله ويا الله سلام